جديدة بفيروس كورونا المستجد في الهند قالت وزارة الصحة يوم الخميس أن الهند سجلت قفزة قياسية في حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا حيث رصدت 45720 إصابة يوم الأربعاء ليرتفع الإجمال إلى مليون فاصل 24 كما شهدت الهند أيضا وفاة 1129 شخص بالمرض يوم الأربعاء لتصل حصيرة الوفيات نحو 29861 والهند ثالث أعلى دولة في العالم من حيث عدد الإصابات بكوفيد-19 بعد الولايات المتحدة والبرازيل أفادت اللجنة الصحية في الصين يوم الخميس بتسجيل 22 حادث إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البر الرئيسي يوم الأربعاء مقابل 14 حالة في اليوم السابق وقد ذكر بيان صادر على اللجنة الوطنية للصحة في الصين إن 18 من بين الإصابات الجديدة سجلت في إقليم شينجيانج الواقع في أقصى غرب البلاد وواحد من إقليم ليوانج شمالية شرق البلاد أما الحالات الثلاثة الأخرى فهي قادمة من الخارج كما سجلت الصين 31 إصابة جديدة بكورونا بدون أي عراض بزيادة عن 22 إصابة في اليوم السابق قالت هيئة الصحة أن الإصابات الجديدة ترفع عدد المصابين بهي البر الرئيسي في الصين نحو 83 729 حالة فيما بقيت عدد للوفيات عند 4 634 حالة وفاة سجلت الولايات المتحدة الأربعاء لليوم التاسع على التوالي أكثر من 60 ألف إصابة جديدة بفايروس كورونا خلال 24 ساعة وذلك بحسب بيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز التي تعتبر مرجعا في تتبع الإصابات والوفيات النجمة عن كوفيد-19 كما تسبب كوفيد-19 بوفاة 1059 شخص في الولايات المتحدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية الناجمة عن الوباء في الولايات المتحدة نحو 142 942 وفاة وفقا للجامعة التي تتخذ من بالتيمور مقال ران لها نبقى في الولايات المتحدة حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء الأربع أنه مرتاح لفكرة عودة ابنه وأفاده للمدرسة مؤكدا على ضرورة إعادة فتح المدارس رغم مخاوف كثيرين من أن هذا التحرق قد يؤدي إلى زيادة في عدد الحالات الإصابة بفيروس كورونا وخلال مؤتمر صحفي حث ترامب الشبان على تفادي الحنات المزدحمة واتخاذ تحركات أخرى للحد من انتشار فيروس كورونا وكان ترامب طلب في وقت سابق من الأمريكيين وضع الكمامات عندما لا يكون التباعد الاجتماعي ممكن بالنسبة لهم مشيرا في الوقت نفسه أنه لهم مشكلة لديه مع الكمامة أو في ارتدائها في أي وقت لا يزال الرئيس البرازيلي مصابا بفيروس كورونا المستجد وفق ما أظهر فحص جديد أجري بعد أسبوعين من اكتشاف إصابته ووفق ما أعلنت الرئاسة يوم الأربعاء لافتا إلى جدول أعماله الرسمي معلق حتى الآن فيما سجلت البرازيل لمساء الأربعاء حصيلة قياسية من الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة بلغت 67860 إصابة ليصل بذلك العدد الإجمالي للمصابين في أكبر دولة في أمريكا اللاتينية إلى أكثر من 2.23 مليون شخص بحسب ما أعلنت وزارة الصحة وقالت الوزارة أنه بعد خمسة أشهر من تسجيل البلاد أول إصابة مثبتة مقباريا بكوفيد-19 بلغت الحصيلة الإجمالية للوفيات الناجمة عن هذا الفيروس نحو 82.775 وفاة بعد تسجيل 1284 وفاة خلال الساعات الأربعة والعشرين الماضية وهذه تعد أعلى حصيلة إصابات يومية في البرازيل منذ التاسع عشر من حزيران حيث سجلت البلاد 54.771 إصابة جديدة تخطى عدد المصابين في فيروس كورونا في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي عتبت الأربعة ملايين مصاب أكثر من نصفهم في البرازيل حيث تحصد الوباء لغاية اليوم أرواح أكثر من 80 ألف شخص وفق تعداد أجرته وكالة فرانس برس مساء الأربعاء وذلك استنادا لمصادر رسمية نهاية هذه الجولة الإخبارية نرقاكم على رأس الساعة المقبلة من غرفة أخبار الآن شجنًا 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 المترجم للقناة